بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عصول الله سؤال بتكررك كثير جداً من طلبة السلامة العامة أنزل مراجعة الأيام دي ولا أعط في البيت أحسن بصوا جمال خلاصة من الآخر كده المتحان الفيديو دي أنا عامله النهاردة يوم كام مش هالف النهاردة كام والله بس النهاردة إحنا أول شهر أربعة أو التلت الأوام من شهر أربعة فإنتي لدي شهر أربعة شهر خمسة والامتحان أصلاً خاص في ستة الشهرين دول يا جماعة آخر شهرين حاول باكبر قدر ممكن تقعد في البيت حاول باكبر قدر ممكن تقعد في البيت يعني مثلا دلوقتي مثلا انك بتاخد 4 درس مثلا في ما底ل همشة لازمة خلاص في ما culed looking at bay يعني مثلا مادة زي الفرنساوي مش اظنها ليهش لازمة بس اظنها سهلة شوية فخلاص انت ذكرتها وحليت عليها خلاص مش وقت وتنزل دروس قعد في البيت مادة زي الجيولوجيا بالنسبة لعلم وعلوم سهلة برضو عبسط من مواد التانية كتير قعد في البيت طب قيتي المواد اعمل فيها ايه؟ لو مادة صعبة قوي بتتطلب انت تروح للمدارس نفسه وتتفاعل معاه وتسأله زي مثلا مادة ايه؟ مادة الرياضة يعني الرياضة مثلا ممكن زاكيها عنده عادي لكن فيه ساعات ناس متعرفش زاكي الرياضة خالص غير ما يا أستاذ قدامها عشان يعود يسألهم على أسئلة معينة فمسلا مادة زي الرياضة مثلا لو انت عايز تكمل فيها ساعتها ومش هينفع خالص صحيات البيت ماشي يكمل بس لازم بتاعتك تكون زاكي يعني الدروس اللي انت هتكمل فيها تكون زاكي في اختيارها يعني زاكي في اختيارها يعني مثلا لو درس بعيد جدا والمستر بتاعك بيجي في مكان اقرب حاول تشوف المكان الاقرب لو مثلا الدروس لأوقات بتاعتها بعيدة حد واثنين واربع وخميس مثلا لا احنا عايزين اكبر فترة نقعد في البيت عشان كده حاول تجمعهم كلهم في يوم واحد يومين مثلا حاول باكبر قدر ممكن تقعد ايه تقعد في البيت طب لو واحد يجمعها يسلب الدروس كل لو قاعد في البيت هل ده شيء عادي؟ عادي جدا انا عن نفسي في سنوية عامة طيب من اخر شهرين اخر ثلاث شهور ست كل الدروس تقعد في البيت ما فيهاش اي حاجة مش هيحصل لك مشكلة وهتنجح جميع مجموع وناس كتير جدا من طلبة السنة اللي فاتت وسألوهم حتى كانوا بيتابع معنا على القناة ممكن روش بياخدوا دروس طيبا في كل المواد وجابوا تقديرات عالية جدا وجابوا الكليات اللي هم عايزينها الحمد لله فالموضوع من الاخر كانوا مش راقة بالدروس الموضوع اللقاء مدرس كويس انت بتتابع معاه سواء عن نت او في ارض الواقع يعني وتاني حاجة بتهتمد عليك انت عشان انت بتحل كتير حاول تحل الفترة الجاية حاول تقعد في البيت وتركز وتبعد عن كل المشاتتات بالنسبة للمشاتتات هنكلم عنها فيديو تفصيلي ان شاء الله لكن زي ما قلت لك انزل مراجعة ولا ما انزلش حاول تقعد في البيت الفترة اللي جاية والمراجعات موجودة عن نت كتير جدا وفيه منصات كتير وفيه حاجات مجانية كتير جدا والمدرسين الحمد لله بيكرمونا يعني في اخر شهرين بينزل كل الحاجات مجانا تقريبا فحاول تقعد في البيت الفترة اللي جاية وبس جدا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام